من إسطنبول الكاتب السياسي إبراهيم المدهون أهلا وسلام بك معنا سيد إبراهيم تبعنا قبل قليل هذه المواقف من مصر والأردن وفرنسا التي تعارض بشكل واضح وصريح أي عملية عسكرية في رفح. باعتقادك ما وقع هذه المواقف؟ ولا شك المعارضة الدولية والإقليمية وخصوصا حينما تزدر عن دول مركزية في الإقليم مثل الأردن ومصر يتشكل ضغطا على الاحتلال الإسرائيلي وإرباكا له. ولكن هذه المعارضة غير كافية إن لم يكن هناك خطوات عملية حقيقية من أجل منع العدوان على مدينة رفح. بالإضافة أنه يجب عدم حصر هذه المطالبات الدولية والإقليمية بمنع الاحتلال أو بما يخص عملية رفح. يجب أن تتوسع وتطالب وقف العدوان بشكل كامل على الشعب الفلسطيني. اليوم هناك مئات الشهداء والجرح يوميا ينزفون. هناك حالة تجوية قاسية. هناك تدمير ممنهج. هناك حرب إبادة. يجب أن تقف ويجب أن يكون هناك دور مصري وأردني في وقف مثل هذا العدوان بشكل عاجل. لماذا لم يتبهن الور هذا الدور حتى الآن؟ الدور المصري والأردني التي تشير إليه سيد إبراهيم؟ لم أسمع السؤال. لماذا هاتا الدور التي تشير إليه المصري والأردني لم يتبلور بالشكل المطلوب الآن للوقوف بوجه هذه المقتلة المتواصلة في قطاع غزة؟ هناك قرار دولي الآن. هناك الأمم المتحدة أصدرت أو مجلس الأمن أصدرت قرارا واضحا بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف حرب. لكن يبدو أنه لم تتبلور حتى اللحظة قوة إقليمية ودولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي. أنا أعتقد أن وجود وحضور الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركتها في العدوان وحمايتها للاحتلال الإسرائيلي قد تعطل بعض القوى الإقليمية من أخذ دورها. وللعلم الولايات المتحدة منذ بداية الحرب هي مشاركة أساسية. وكان أهم دور للولايات المتحدة هو رد القوى الإقليمية والدولية من أي تدخل لمساندة الشعب الفلسطيني. وحتى اللحظة هناك دور أمريكي سلبي جدا. أعتقد أنه يقلل من حضور أي دولة إقليمية أو دولية تريد أن تنهي هذه المأساة وتريد أن تنهي هذه الكارثة. لكن برغم ذلك هناك تقصير أيضا عربي. ليس فقط على هذه الدول. هناك تقصير اليوم فشلت المنظمة العربية أو الدول العربية في نقاذ الشعب الفلسطيني في مساندته. في مساعدته. في منع حرب الإبادة عنه. وهنا حقيقة يطرح الكثير من علامات الاستفهام. هذا العجز الرسمي العربي أدى إلى حراك شعبي. اليوم هناك الكثير من الدول العربية تشهد حراكا شعبيا مؤثرا وكبيرا. هم يظنون أن هذا الحراك جاء بسبب منادات أو مناشدات قيادات فلسطينية مثل قيادة حركة حماس للتحرك العربي. ولكن أنا أعتقد أن الدم الفلسطيني النازف في قطاع غزة. التهديدات الحقيقية لرفح والضفة الغربية هي التي حركت الشارع الأردني والمصري وستحرك الشوارع العالمية حتى في أوروبا وفي أمريكا. هناك حراك دائم ومساند للشعب الفلسطيني. وأنت تحدثت قبل قليل نعم. وأنت تحدثت أنه حتى الآن ورغم كل ذلك لم يتبلور موقف دولي رادع بما يكفي بوشه إسرائيل المدعومة أمريكيا. ولكن في المقابل ما يطرح إسرائيليا تشكيل قوة عربية أو دولية في قطاع غزة. فكيف ترقب ذلك وما يحاك خلف الكواليس بالنسبة للمرحلة المقبلة؟ لا هذا طرح خبيث. طرح إسرائيلي خبيث حقيقة. هم يريدون توريط القوى العربية بجرائمهم. ويريدون أيضا الانسحاب من الجرائم التي ارتكبوها والحالة الكارثية. ويريدون الهروب من الهزيمة التي ترقوها في قطاع غزة للعلم. بعد ستة أشهر من القتل والدمار وارتكاب المجازر وحرب الإبادة. وحقيقة تدمير الشعب الفلسطيني بهذا الشكل. فشل الاحتلال الإسرائيلي في فرض أي من الوقائة الميدانية. فشل أيضا في الحسم العسكري. وإن كان ارتكب قضع الجرائم الإنسانية. اليوم لا. هو يريد توريط الدول العربية محه في هذه الجرائم. أنا أعتقد أن المنظومة العربية أذكى من أن تتورط مع الخبث الإسرائيلي. لهذا هناك موقف فلسطيني يقول للاحتلال الإسرائيلي. لست أنت من يقرر من يأتي إلى غزة أو إلى الضفة الغربية أو إلى فلسطين. الشعب الفلسطيني قادر على اختيار قيادته. قادر على ملء الفراغ. أصلا لا يوجد فراغ الآن. احتلال إسرائيلي يحاول إحداث فراغ وأحداث فوضى. المشكلة ليس من سيأتي إلى قطاع غزة. المشكلة الآن هو بوجود الاحتلال وضرورة وضرورة وقف العدوان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي. هذا يقود دونا إلى المفاوضات. سيد إبراهيم. ما الغاية من إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة للتفاوض وصلاحياته ما تزال محدودة جدا. ولماذا هذه المفاوضات ما تزال تدور حول نفسها؟ لا. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المفاوضات لضر الرماد في العيون. أيضا لاستنفاذ الوقت وليأخذ مزيدا من الوقت ولتقليل الضغط الدولي والإقليمي عليه. والظهور بمظهر أنه يريد وقف هذا العدوان. لكن في حقيقة الأمر الاحتلال الإسرائيلي غير معني بالوصول إلى وقف لإطلاق النار. غير معني للوصول إلى هدنة أو إلى تفاهمات حقيقية. وهو رؤيته الضغط على الشعب الفلسطيني من أجل إبقاء حالة الصراع ومن أجل الوصول إلى تحرير الأسرة دون دفع أي ثمن. ومن ثم استئناف العمليات العدوانية. الاحتلال الإسرائيلي ما زال يريد تهجير شعبنا. قتل شعبنا. تدمير قطع غزة. جعل غزة غير قابلة للحياة. ولا شك أنه للأسف أمام الصمت العالمي أمام التخاذل العربي نجح في إلحاق أذى كبير بشعبنا الفلسطيني. الآن الوضع الفلسطيني كارثي في قطاع الوضع الإنساني. لكن رغم ذلك فشل سياسيا. وسيفشل سياسيا. أنا أعتقد أن المفاوضات هي أداء إسرائيلية اليوم لدقيقها. هل تعطيل هذه الأداء؟ أنا أعتقد أن المفاوضات اليوم أداء إسرائيلية من أجل إدامة الصراء. من أجل إدامة العدوان. وليس من أجل بحث العدوان. وهنا أسألك سيد إبراهيم وفي هذه النقطة تحديدا. هل تعطيل هذه المفاوضات هذه الأداء تشير إلى اشتياح وشيك لرفح؟ معركة رفح أو اشتياح رفح معقد. ليس بالأمر السهل. معركة رفح أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يأخذها في الزعام من أجل المزيد من الضغط والتهويل والتخويف ومن أجل الإبتزاز إن كان الإبتزاز الدولي أو الإقليمي. أيضا معركة رفح يعني نهاية كل ما يمكن أن يفعله الاحتلال الإسرائيلي. وهذا سيكون عليه استحقاق وقف الحرب. ولهذا أنا أعتقد أنه سيؤخر هذه العملية. نتنياه غير معني اليوم بالإسراء بعملية رفح. لكنه سيبقيها كحالة من حالات التخويف وكورقة من أجل استمرار الحرب. نتنياه معني بإطالة أمد العدوان بإطالة أمد الحرب لأنه مدرك أن أي وقف للعدوان أي هدنة حتى لو كانت مؤقتة يتعني بالنتيجة حل الحكومة وإخراجه من المشهد السياسي. ولهذا هو يفضل الآن بقاء حالة الحرب. بقاء العدوان وعدم الوصول إلى نقطة السفر. موضوع رفح أكثر تعقيدا لنتنياهو. هناك هناك رفض مصري هناك أيضا تخوف أمريكي هناك أيضا عدم خشية من أن تخرج الأمور عن السيطرة. هناك مباحثات مرتقبة في واشنطن لتنصيق بشأن الرؤية الأمريكية هي تريد أن تحاول أن تهرب من استحقاق عملية رفح إلى عمليات مركزة وإلى عمليات اغتيال واسعة دون الذهاب إلى عملية اجتياح لرفح وترتكز أيضا على سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الحدود. طبعا سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الفلسطينية المصرية خطير جدا وهو خطير للأمن القوم المصري ولا أعرف حتى اللحظة ما هو موقف مصر في حال أقدم الاحتلال الإسرائيلي على ذلك ولكن أنا أعتقد أن موضوع رفح معقد وليس لم يحقق إنجازا كبيرا في غزة والشمال أو في الوسط وخانيونس حتى اللحظة كتائب المقاوم ما زالت على الأرض وما زالت العمليات وإطلاق السواريخ معنى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق إلا القتل والدمار والفتك واستهداف المدنيين نعم شروط المقاومة متزال على حالها وقف العدوان الانسحاب الإسرائيلي عودة النازحين إلى الشمال وإدخال المساعدات ما هي الأوراق التي تلعب بها الآن المقاومة الفلسطينية المقاومة الآن حقيقة هي ليس أمامها أي من الأوراق إلا صبر وصمود وثبات شعبنا وثباتها على الأرض وفي الميدان بالإضافة إلى استنزاف الجيش الإسرائيلي ميدانيا وحقيقة هي تحقق الكثير من الضربات الموجعة للاحتلال الإسرائيلي أيضا هي تريد أيضا استنفار الشارع العربي والدول العربية لأخذ دوره الآن الشعب الفلسطيني وحده لا يستطيع أن يواجه الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي هذه ليست حرب محدودة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة من ستة أشهر يعني لماذا الآن للأسف للأسف تأخروا جدا جدا يعني اليوم نتحدث عن خمسين ألف شهيد نتحدث عن مئات آلاف الجرحة مئات آلاف النازحين عن واقع كارثي عن حرب تجوية وعن مساعدة أمريكية لإسرائيل يعني غير محدودة ومع ذلك صبر وسمود وثبات شعبنا الفلسطيني ستة أشهر وخدرته على مواجهة كل هذا الطغيان الإسرائيلي قد يشجع الدول العربية والشعوب العربية أن تتحرك وأن يأتوا متأخرين خير من أن لا يأتوا بالفعل أشكرك جزيلا شكر من إسطنبول الكاتب السياسي إبراهيم المدهون